السلام عليكم طلغة بالصف الثالث كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بداية وحدة جديدة وعنوانها الغذاء المتوازن لنستمع جيدا إلى ما سأقرأه عليكم الآن وننتبه إلى ما سيتم عرضه الآن قبل أن تغلقوا الكتاب طبعا انظروا لي إذا هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ طبعا إذا لاحظتوا أنواع عديدة من الأطعمة عندي اللحوم خضروات فواكه النشويات مثل الأرز الخبز والمعكرونة مثلا فعندي هون الطعام المتنوع الغذاء المتنوع اللي إحنا يجب علينا اتباعه لكي يكون غذاءنا ماله متوازن لذلك اليوم لدينا درس اسمه الغذاء المتوازن بالغي منكم واجب بسيط تعملون مثلا زي كهرام وممكن ترسموا أو توضعوا مثلا على طاولة أنواع من الأطعمة وتكتبوا لجنبه مثلا الغذاء المتوازن إذا في عندكم الزي تلبسوا لي الزي المدرسي ربعتوا لي صورة لكم فقط صورة وإنتم بهذه الصورة أنه بيبين لي عن الغذاء المتوازن طبعا إحنا هون بيبين لي أنه إحنا نالتزام بالغذاء المتوازن لا تنسوا الصورة طيب دعونا نستمع إلى نص الدرس ونقلق الكتب ونستمع جيدا إلى درسنا الجميل وعنوانه الغذاء المتوازن جلست الأسرة تتناول طعام الغذاء لاحظت الأم أن سلمة لا تأكل إلا البطاطا سألت الأم ابنتها عن السبب قالت سلمة إنني أحب البطاطا يا أمي قالت الأم إن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية كثيرة وكل نوع من الطعام له فوائده قال الأب علينا أن نحرص على تناول الغذاء المتوازن سألت سلمة وما الغذاء المتوازن يا أبي أجاب الأب الغذاء المتوازن يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض قالت الأم الطعام المتنوع ضروري لصحة الجسم ردت سلمة سوف أحرص على تناول غذاء صحي ومفيد طبعا هون هي درسنا جميل عن قصة عن الغذاء المتوازن اللي بيّنني فيها إنه إحنا يجب علينا تنوع في الغذاء مش أنا مثلا بحب أكثر إيش بحب الخضروات أظن ملتزم بالخضروات أو بحب الدجاج لا بدنا ننوع لازم يكون عندنا زي ما هو موضح عندكم بالهرم منوع وتنويع بالطعمة طبعا شو الغذاء المتوازن اللي يحتوي على المواد التي تبني الجسم ودمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض الآن سننتقل إلى أسئلة الاستماع وما الوجبة التي جلست للأسرة التي تتناولها وجبة العشاء لا هي طعام الغداء أحسنتم ماذا تحب سلمة أن تأكل البطاطا هل هو هذا الشيء صحيح يجب فقط إحنا مثلا ظلنا ما سنأكل البطاطا لا علينا التنوع في الغذاء المتوازن في الأغذية حتى يصبح إنه غذاء متوازن ماذا يحتوي الغذاء المتوازن على المواد التي تبني الجسم طيب ما فائدة الغذاء المتوازن للجسم لماذا إحنا يجب علينا اتباع الغذاء المتوازن لكي تمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض إذا أنا مثلا ظلتني بس أشرب مي طبعا كيف بدي أبني جسمي بالطاقة إذا بس أنا ظلتني أكل فقط زي ما أنتو بتحبوا أشياء زاكية وحلويات وشكريات طيب ماشي طب كيف بدي أبني جسمي أحميه من الأمراض الفيتامينات عندنا لازم إحنا اللي هي عن طريق الفواكه إحنا نلتزم فيها حتى جسمي يظل قوي ماذا وعدت سلم والدتها أن تفعل أن تحرس على ماذا تناول غذاء صحيا ومفيد طبعا هاي الحل أمامكم بتسطر وبتحل وبتكتب خط مرتب إلى أن نتناقش معا صور التحدث طبعا عندي ثلاث صور كنت صورة عندي لها جملة معينة من الدرس إذا من بأم لاحظين الصورة الأولى ماذا جلسة الأسرة ماذا تتناول طعام الغداء طيب نجي للصورة الثانية قالت سلمة إنني أحب البطاطا يا أمي مش عجبها لأناصل الغذائية الأخرى بس بدأت تظلها بالبطاطا هل هذا هو صحيح؟ لا طبعا والصورة الأخيرة ممكن نحكي إنه سلمة سواء ردت سوف أحرص على تناول غذاء صحي ومفيد يعني في أكثر من جملة ممكن تحكيها للصورة لكن إنه أنت بدك تتحدث بجملة معينة تعود على التحدث إبهيك إحنا خلصنا حصتنا لهذا اليوم تقرأوا الدرس تدربوا وقرأتوا بالمرة القادمة إن شاء الله في الحصة القادمة سوف يتم قراءة الدرس ماتسوا تبعتوا لي الصورة طلبتها منكم صورة رسم هرم غذائي تحطوا لي مثلا إنتوا تصنعوا مثلا بالفواكه باللعوم إذا عندكم متواجد تضعوا وتكتبوا الغذاء المتوازن وتبعتوا لي الصورة مع الهرم لكم يعطيكم العافية ثالث إلى اللقاء